بسم الله الرحمن الرحيم ولازي وحبيبي طلبة جريت 5 تعالوا نكمل كلامنا ونفهم أكتر عن حدوطة الروتيشن بتاعة الأيرث أروند الصن ويطرى إيه الإفكت بتاعه بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة وفعلوا زر الجرس لايك وشير وكومنت على الفيديو ونضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام كل اللينكات دي ومعاياهم لينك الملزمة اللي بنشتغل منها حتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوا الوصف تحت الفيديو يلا سوا نبدأ lesson 2 من concept 2 unit 4 الليسون ده حنتكلم فيه عن الروتيشن هتكلمنا المرة اللي فاتت ان فيه فرق ما بين كلمة rotation و revolution كلمة rotate وكلمة revolve rotate يعني around itself يعني الobject كده بيعمل spinning زي اللي spinner بتاعك كده around itself اما revolve يعني ليه orbit وبيعمل revolve حوالين object 2 هنتكلم النهاردة عن الروتيشن وعن فكرة cycle بتاعت day and night اللي بدأنا كلامنا فيها المرة اللي فيها يعني ايه اصلا كلمة cycle cycle دي معناها series of events حدث كده وعمل يتكرر بس اهم حاجة انه repeated بالsame order يعني زي ما قولنا day بعدو night بعدو day بعدو night وهكذا عندي two cycle للارث cycle بتاعت day والnight اللي احنا بنشوفها والcycle بتاعت season احنا عارفين ان الارث عليها four seasons اللي هما summer والspring والوينتر والاوت او ساعتنا ساميه الف او cycle بتاعت day والnight والcycle بتاعت الseason دي وهما two cycles اللي موجودين على الارث اللي حنتكلم فيهم بس الاول خلونا نفتكر الارث دي كانت بتعمل rotate زي ما اتفقنا ان الارث بتعمل rotate around الارث بتاعها ادي شكل الارث بتاعت واضي north pool واضي south pool واضي الاكسس بتاع الارث الاكسس بتاعها inclined شوية male شوية بسه هو طبعا vertical ما هواش هريزونتل ما هواش كده هو vertical او لكن inclined شوية زي ما قولنا مش مهمة حدوث بالinclination دي دلوقتي المهمة نعرف ان الارث بتعمل rotate on vertical vertex بتاعها اللي عدى على two pool north وال south وبيعملي cycle of day and night بس خلي بالك الdirection بتاع rotation بيفر يعني هل الارث بتلف كده ولا بتلف كده لك بص هي counter clockwise يعني ايه يعني شوف الclock الساعة اللي عندك اللي في ايدك مثلا العقارب بتاعتها ماشية ازاي هتقول لي الساعة بتمشي كده 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 اه اه دي بقى counter للdirection عكس الdirection فبنسميها counter clockwise counter clockwise يعني عكس الdirection بتاع الطيب دي rotation بتاع اليرث اللي around its cell اليرث revolve around the sun وبتديني بقى cycle تانية اسمها season ادي كده دي day and night زي ما شفناها الصن موجودة هنا مثلا والهوف من اليرث اللي شايف الصن عنده day والبارت التاني او الهوف التاني عنده night اما هنا في الفور season بتلاقي اليرث ساعات تبعد وساعات تقرب من الصن وده اللي بيديني السيزن اللي هما summer والspring والwinter بعد كده كلامنا عن solar system كله على بعض solar system ده ده شكل عبارة عن حاجة كبيرة قوي اللي هي الصن موجودة في center وبقية الplanets هم بيعملوا revolve around شايفينهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 plant اه في حاجات تانية كده موجودة بس دي مش كلامنا عليها النهر ده احنا حنتكلم عن component او parts اللي موجودة في solar system وهم sun وال8 planets ده تعالوا نعرف بقى حنتكلم عنهم في solar system بتاعنا زي ما اتفقنا include sun وال8 planet شغلانتها ايه ال8 planet دي بتعمل revolve around the sun في fixed orb كل planet منهم زي الارث بالظبط بيعمل هو كمان rotate around its x بس كل واحد وليه different speed يعني مش كل البلانت بتاخد 24 hour علشان تعمل لفة واحدة او rotation واحدة around itself زي الارث لا كل واحد بين speed بتاعته فمثلا عندنا جوبيتر لو جينا بصينا عليه نلاقيه ها جوبيتر ده ادي ميركري فينس ودي الارث بتاعتنا ودي مارس ودي جوبيتر بيقول لي جوبيتر ده the fastest planet rotate around الارث بتاعه في السولر سيستم ده اصرع واحد اصرع واحد من الارث بلانت اللي احنا بنتكلم عليه اقولك كده على السر بيني و بينك جوبيتر ده ادي بتاعه 10 hours بس من الارث بتاعتنا شفت سهلة ازاي بيعمل revolve بسرعة خالص احنا بناخد 24 hour علشان نعمل ال rotation بتاعتنا around الارث بتاعنا احنا كارث يعني لكن جوبيتر ده بياخد وقت اقل خالص لانه هو الفاست بلانت من الارث بلانت سدول كله طيب كده خلاص احنا عرفنا ان الارث بتاعتنا 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 revolve around the sun في elliptical او oval path اهو الطريق بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه قالك بص كلما الارث بتاعت revolve around the sun الانجل اوف تلت بتاعتها بتتشينج يعني ايه ميس الانجل اوف تلت دي يعني الميل بتاعها هي ميلة كده بس ميلة النحيا دي بشكل وميلة النحيا دي بشكل والنحيا دي بشكل والنحيا دي بشكل وهكذا طول السنة لو انا عندي مثلا ادي الوينتر وادي الفول وادي السمر وادي السبرينج بنلاقي بص حتى هي بعيدة عننا في الوينتر اهي الصن عشان كده الدنيا تبقى بارد وبص في السمر قريبة شوية فتلاقي الدنيا شوية حرة اكتر من الوينتر كمان الميل بتاعنا بيتغير زي ما احنا شايفين في الصورة فنلاقي ساعات الصن تبان كإنها travel بسبيت مختلفة يعني مثلا نلاقي شوية اليوم طويل قوي واوقات تانية اليوم قصير ده على حسب اميس ده على حسب زي ما احنا بنحكي دلوقتي القرب والبعد من الصن بتاعتنا لنا علشان احنا ما احناش ماشين في طريق السيركل مش كله قد بعضه ده او كمان التلت بتاع ال على الاكس بتاعها الميل برضو بيغيرلي الحدود احنا اتفقنا يا شباب ان الدي والنايت ده بيقولنا لما الصن توصل لت بص الصن هنا واصلة والصن هنا واصلة انت متخيل بقى الصن هنا واصلة والانجل بتاعتنا هنا او التلت بتاعنا جاي كده وهنا كأنك العكس بالزبط بص ده دي الميل الناحياتي المرة دي بص الانجل اللي انت شايفها ايه يعني لو رسمنا straight line اهو بص الانجل هنا حتلاقيها acute angle والانجل هنا obtus angle اهو عارفنا بقى شفنا الانجل اتغيرت ازاي طيب ليه كمان السبب التاني قلنا الليبتيكال orbit بتاع الارث ان الارث ماشية في الليبتيكال orbit او ما هواش زي ما اتفقنا التو ريزون دول هم اللي عملولي بتاع السون ست والسون رايز من وقت للتاني يعني مثلا لو بصينا على تو ستريز عندنا في ايجبك ونشوف كل مرة السون ست بتاعت مرس علم مثلا وسيو ايه دي مرس علم اهي واي دي سيو هنا اهي بس في حاجات احنا متفقين عليه ان السون طول عمرها بتعمل رايز من الايست وست من الويست يعني هتطلع من هنا وتنزل هنا كده طيب والسيتي اللي موجودة في الايست طبيعي هي اللي هتشوف السون رايز الاول ده طبيعي جدا هي اللي قاعدة جانب السن وهي طلعة هي اللي في الطريق الاول فقال لك احنا هنعمل في تايبول كده الحدودة كلها ادي مرس عالم وسيوى وحنشوف في 30 نوفمبر و1 ديسمبر و2 ديسمبر هنشوف كل مرة السون ست والسان رايز وحنشوف كمان اللينت بتاع ده لما جينا بصينا في مرس عالم اللي هي الاول لقينا فعلا السان رايز بتاعها بيحصل الاول بص بيحصل مثلا هنا الساعة ستة وسبع دقايق هنا بعدها بشوية كتير الساعة ستة وفيفتي ثري منت طيب والسن ست بقى الشمس بتمشي الاول فين بتمشي هنا الاول ما هي طلعت هنا الاول يبقى اكيد هتمشي من هنا الاول اهي نلاقي مرس عالم الساعة خمسة لعشرة يعني اربعة وفيفتي منت اما هنا الساعة فايف ونينتين منت فنلاقي هنا دي بص ادي لو عملت دول ماينس بعد يديك الدي بتاعنا هنا اما الدي هنا اصغر شوية نفس الفكرة لو ماشينا في بقية الليام يعني بص ادي هنا الفرق هنا وان هنا الرقم سابت هنا الرقم سابت هنا الرقم قريب قوي من بعض هنا الرقم برض قريب قوي من بعض لكن لو بصيت على الرقم ده والرقم ده اللي هتلاقيه متغير نفس الكلام في هنا و هنا نفس الكلام في الدي هنا و الدي هنا فلاحظنا من الكلام ده ان مارس عالم بتشوف ال سان رايز فورتي سيكس منت قبل سيو وده طبيعي جد شفنا كمان اللي بتاع الدي عمال بيحصل وده وده طبيعي برضو سواء في مارس عالم او في سيو وكمان لاحظنا ان اللين ستاع الدي في مارس عالم على طول حتى لما قال هو اكبر على طول من اللين ستاع الدي في سيو زي ما شفنا الفكرة كلها مين اللي موجود الاول من ناحية الصن وهي هتعمل سان رايز ومين بعيدة عن الصن وهي هتعمل سان رايز خدنا في مارس عالم اللي هي موجودة في الاست بتاع ايجبت وسيو اللي موجودة في الفار واحدة في اقصى الاست والتانية في اقصى الويست بكده حبيبي يكون خلص لسون تو اتمنى يكون بقى اسهل وابسل ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق